في الوقت الذي يفاوض العراق على وضع جدول زمني لإنهاء مهام التحالف الدولي على أراضيه تطلق واشنطن سلسلة تصريحات استفزازية تنفي من خلالها وجودانية الانسحاب تصريحات كانت أصداؤها متباينة داخل الطبقة السياسية العراقية مصطفى علوش يسلط الضواء عليها فنتابع لا خطط لانسحاب حالي من العراق تصريحاتنا مررتها الإدارة الأمريكية عبر مبعوث التحالف الدولي إيام مكري وهي ما قد تتقاطع مع مسارة الحكومة لإنهاء التواجد الأجنبي على الأراضي العراقية التي أتمت جولة ثالثة من المفاوضات لإيجاد أطر زمنية لجدولة الانسحاب طيفنا السياسي يرى أهمية في توحيد المواقف الداخلية تقويم موقف الحكومة في هذه المساعي تقوم تشكيل لجنة مشتركة ولكن التصريحات الأخيرة تدل على أن القوات الأمريكية وقوات التحالف ليس لديها رغبة بالانسحاب من الأراضي العراقية لا بل أن تصريحاتها تدل على أنه ممكن أن تزيد هذه القوات وتزيد من تواجدها على اعتبار أنه هناك مسوغات ومبررات بوجود تهديد نحتاج إلى موقف داخلي رصين حتى نستطيع أن نضغط وبقرار حكومي مثل ما هي الحكومة طلبت من أخوات التحالف بالتواجد من حقها قانونيا ودستوريا أن تطالب بمغادرتهم من العلاق ومع ذهب الطرفين إلى جولات الحوارة ترجح أوسط الرقابية إمكانية الجانب الأمريكي الالتفاف على القرارات العراقية للحفاظ على مصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ضمن ستراتيجيات المخطط لها لمجابهة التمدد الصيني الروسي أعتقد اليوم جاهزية السلطة العراقية في حماية سيادة الدولة العراقية وهي ليس بحاجة إلى قوات قتالية ولا قوات استشارية وبالتالي اليوم تستخدم السلطة العراقية الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف المتحالفين بالتحالف الدولي لكن أعتقد اليوم الإدارة التحالف هي بيد القوات الأمريكية وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مصالحها في المنطقة من خلال ذلك التحالف وتصحب الرغبة الحكومية في إنهاء مهم التحالف الدولي مطالبات شعبية بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية بعد سلسلة انتهاكات استهدفت سيادة البلاد مصطفى الوش الرابعة بغداد